سيادة العميد مخدر زومبي شنو هذا؟ والله احنا ما نريد نرواج لهذه المواضيع يعني احنا ما نريد نزيد الواعي حتى الشباب دا يفتهمون لأن بالفعل الكريستال والكيبتو وغيرها وغيرها احنا احنا ضمن عملنا وضمن تخصصنا دا نوعي الناس نقول لهم يعني لا تتوقع هذا المنبر الكريم اولا اريد نقطتين اتحدث عنها في موضوع المخدرات النقطة الاولى كل شخص يتعاطى مخدرات علي ان يتقبل ان يزني بامه او اخته او ابته اذا يتقبل خلي خلي يتعاطى مخدرات اه كل انسان داخل البيت اذا اه يتقبلون احد يعني يعتدي عليهم اه وبكزينة محارم اذا يتقبلوه من عنده تركوه خلي يتعاطى هذا واحد اه اعتقد صدمة لشبابنا وناسنا ومجتمعنا بس هاي الحقيقة هاي الحقيقة اللي احنا كشرطة مجتمعية لمسناها لمس اليد هذا واحد اثنين القانون بي رحمة قانون المكافحة المخدرات بي رحمة وبينسانية القانون دا يقول اي شخص هاي يعني احيانا يعني غافلين عنه اي شخص يجي يقول انا اتعاطى مخدرات انا اتورطت ما علي اي جريمة ويعتبر يعني ما مرتكب اي جريمة يعفو عنها فقط يتعالج فقط يتعالج واحنا مرا احيانا ناخذها نعالجة يعني بمستشفيات حكومية وحتى مستشفيات اهلية اه هذا اللي لا بد ان نستفاد منه ولا بد ان نروج له يعني كاعلان انه الشخص اللي يتورط بالتعاطي تعاطي وليس متاجرة او يبيع او كذا اللي يتعاطى لان القانون قتلت بي رحمة اعتبر اللي يبيع والتاجر هذا مجرم واعتبر اللي يتعاطى مريض والمريض يتعالج اه لكن عندما يتم القال قبر عليه الحل اللي يتعاطى راح تكون عليه عقوبة وتكون عليه غرامة اذا هو اجي بلغ بنفسه اكو مادة بالقانون اه اذا اجي بنفسه او هي عائلتها تجيبه تقول يابع عندنا ابننا يعني دا يتعاطى وليدي تخلص من هذا السلطان او هذا السلم اه نساعده بدون ان يدخل السجن هذا هو القانون هكذا قانون طالبتو؟ يعني من السهولة نقدر نقضي على المخدرات من خلال التويل نعم ان شاء الله واحنا اهم شي الحدود نعم سوف يلا احنا اهم شي الحدود اليوم مفتوحة يعني اكثر المحافظات متضررة تنتكلم عن البصرة اي شوفوا يعني احنا قبل ايضا الحدود كانت يعني ما ممسكة بالشكل الجيد او حتى ممسكة بقوة لكن هناك يعني اليوم كنا نتحدث عن هذا الموضوع نعم يعني الحدود ما يجون هم من منفذ الحدود يدخلون سلام عليكم عندي مخدرات دا عبرها اكيد الطرق ملتوية اليوم بالطيارات بالطيارات المسيرة يعبرها الحدود ويسلمها للشخص اخر دا يتفننون